بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello my students how are you everyone All good الحمد لله نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة التأهيلية لصفوف التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي الفصل الدراسي الأول المادة لغة إنجليزية نبدأ درس جديد بعنوان jobs والكلمات الجديدة هي teacher and doctor معكم إلهام الهوش Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules قوانين هذا الصف Looking eyes Looking eyes ننظر بأعيننا جيدا إلى الدرس Listening ears آذان صاغية نصغي إلى المعلمة quiet mouth نلتزم الصمت helping hand نساعد أصدقائنا ونطلب المساعدة نحن أيضا في حال الحاجة إليها This is our class rules قوانين هذا الصف Listen for هذا الدرس بعنوان jobs ماذا تعني كلمة jobs 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 يعني الوظيفة أو الوظائف إذن هذا الدرس سوف نتحدث عن بعض الوظائف لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس Main objective After lesson 4 My students will be able to recognize the jobs مع انتهاء هذا الدرس سيتمكن طلابي وطالباتي من تمييز الوظائف Learning objectives أهداف هذا الدرس After this lesson My students will be able to مع انتهاء هذه الحصة سيتمكن طلابي وطالباتي من Name the doctor when they see one تسمية الطبيب عند رؤيته Name the teacher when they see one تسمية المعلم أو المعلمة when they see one Match the word doctor and teacher with the correct picture توصيل كلمة doctor وتعني طبيب وتيتشر وتعني معلمة مع الصور الملائمة والمناسبة Now let's read لنقرأ معا Doctor Doctor Who is this? من هو هذا الشخص? Doctor أحسنتم ماذا تعني كلمة doctor? تعني طبيب أحسنتم So who is this? Doctor Great job Repeat after me Doctor 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 أحسنتم الكلمة التالية هي teacher 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 ماذا تعني كلمة teacher? أحسنتم رائعين يا طلابي رائعين يا طلابي Now open your book نفتح الكتب page 200 صبحت مائتين practice number one التمرين الأول match and say نوصل و نردد نستمع إلى المقطع الصوتي معا أحسنتم أحسنتم نستمع إلى المقطع الصوتي مرة أخرى practice one match and say teacher teacher doctor هل استمعنا إلى المقطع الصوتي؟ الكلمة الأولى هي teacher ماذا تعني كلمة teacher؟ أحسنتم Where is the teacher? Excellent Great رائعين And the other word is doctor Where is the doctor? أحسنتم This is the doctor Great job Next page Page 201 صفحة مائتين واحد Practice number two التمرين الثاني Choose ماذا تعني كلمة choose؟ نختار أحسنتم Who is this? Who is this? This is a doctor أين هي أدوات الطبيب نقوم بالتوصيل المعطف والسماعة أحسنتم نقوم بالتوصيل نغير اللون ما بعد هل قمنا بالتوصيل؟ Excellent Page 202 صفحة مائتين واحد Practice number three التمرين الثالث Color and say نلون ونقول أحسنتم سيكون هذا النشاط واجب منزلي Home Work أو نضع كلمة واجب أو كلمة واجب أو أي نجمة أو أي إشارة تدلنا على هذا أو تذكرنا بحل الواجب فقط نقوم بالتروين نلون الطبيب والمعلم والكلمات doctor and teacher Page 203 صفحة مائتين وثلاثة Practice number four التمرين الرابع Match ماذا تعني كلمة Match Match نوصل أحسنتم ماذا سنوصل نوصل المهن الأشخاص هنا بمكان العمل نقوم بالتوصيل Who is this? Who is this? In English Teacher أحسنتم أين يعمل المعلم At the school or at the hospital At the school نقوم بالتوصيل نغير اللون Who is this? Doctor Where does the doctor work? أين يعمل الطبيب? At the hospital نقوم بالتوصيل بهذه الطريقة أحسنتم Recommendations أو التوصيات Do your homework نحل الواجب المنذي نقوم بالتلوين Practice نتدرب على ماذا? نطق الكلمات بشكل صحيح ماذا أيضا? القدرة على تمييز شكل الكلمات Doctor and Teacher Be prepared for the next class نستعد جيدا للدرس القدم سوف نكمل هذا الدرس بإذن الله Listen for Listen to an English language من المهم الاستماع إلى اللغة الإنجليزية حتى تزداد مفرداتنا وتصبح هذه اللغة أكثر سهولة إذن درس اليوم بعنوان Jobs ماذا تعني كلمة Jobs المهن أحسنتم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته